مرة أخرى النظام السوري يستخدم الغاز السام في استهداف أحياء حلب الشرقية والتي يقطنها المدنيون حيث اتهمت المعارضة السورية قوات النظام باستخدام غازات سامة على حي الزبدية بحلب ما أدى إلى مقتل عدد من المدنيين بينهم أطفال وإصابة العشرات بحسب مصادر طبية ويتوقع مراقبون نتيجة للأعراض التي ظهرت على المصابين أن يكون الغاز المستخدم في الهجوم هو غاز الكلور السام واعتبر المبعوث الأممي ستيفان ديمستورا أن الهجوم على حلب جريمة حرب في حال ثبت أن النظام استخدم غاز الكلور ضد المدنيين أما منظمة العفو الدولية فقد دانت الغارة الجوية على المنطقة التي تسيطر عليها المعارضة في حلب والتي أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل فيما يشتبه أنه كان هجوما بغاز سام لقد دعونا الجانبين الروسي ونظام الأسد لوضع حد لجميع الهجمات على الأحياء السكنية في سوريا وخاصة في حلب وإدلب والمحافظات الأخرى على أي حال الهجوم الذي حدث في حلب أمس أظهر انتهاكا صارخا للقانون الإنساني الدولي من جانبها أعربت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية إليزابيث ترودو عن قلق الولايات المتحدة حيال الاستخدام المحتمل للأسلحة الكيميائية في سوريا أما فرنسا فقد ندد وزير خارجيتها جون مارك إيرلوت بكافة الهجمات على المدنيين وخاصة حين يتم استخدام أسلحة كيميائية محملا روسيا المسئولية لأنها تعتبر الضامن على عدم استخدام النظام للأسلحة الكيميائية ضد المدنيين عثمان عمر العربية